أكدت وسائل الإعلام الفلسطيني أن قوات الاحتلال قصفت مدرسة العائلة المقدسة التي تتبع البطرياركية اللاتينية حيث تؤوي هذه المدرسة عدداً كبيراً من النازحين عن منازلهم في قطع غزة ويشار أن هذه المدرسة تأسست عام 1974 بمتابعة واهتمام الأب مناويل مسلم كهن الرعية وبمساعدة خارجية متبرع سخي من محسنين إسبان وقد أطلق الأب مناويل الإسم على هذه المدرسة تخليداً لذكرى مرور العائلة المقدسة من غزة إلى مصر وتعتبر مدرسة العائلة المقدسة في غزة من أهم مدارس البطرياركية اللاتينية في فلسطين والمنطقة كونها توفر مستوى تعليمياً جيداً ومميزاً وبيئة ملائمة وأمنة للجميع كما تضم جميع المراحل التعليمية بدءاً من الروضة وحتى المرحلة الثانوية ويبلغ عدد الطلبات المسجلين على مقاعدها أكثر من 700 طالب وطالبة